اشتركوا في القناة وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام في كل مكان وزوار مدينة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة فإن هذا اللقاء المبارك المنعقد في هذه الدورة العلمية المباركة عن بعد يتناول الموضوعات التي تقصد هذه الفئة في هذا الظرف الذي نعيشه جميعا فإننا قبل كل شيء إنما نتوجه بحمد عظيم لربنا العظيم سبحانه وشكر وافر لربنا الكبير المتعالي جل جلاله بعد عودة الصلاة ثم الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوفيقه سبحانه وتعالى لأمة الإسلام عامة ولبلادنا وقيادتها خاصة على ما تم من ترتيبات وإجراءات لمسايرة تداعيات هذا الوباء وقال الله جميعا وحفظ البلاد والعبادة من شره وآفته وبلائه وخيرا صنعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بجهودها المبذولة لخدمة الزائرين وحسن وفادتهم ومن ضمن ذلك إقامة هذه الدورة العلمية عن بعد أحكام وآداب الزيارة والروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من شك أنها مما يهم كل مسلم ومسلمة معرفته والعلم به فمن شرفه الله بزيارة طيبة وإتيان مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فإنه يتعين عليه أن يلمى بأصول ذلك من المسائل والأحكام التي تتعلق به وتخصه وهو يتقلب في جنبات هذا الشرف ويأتي هذا المسجد المبارك وينعم بهذا الفضل والأجر والخير العظيم ومن أجل ذلك كانت هذه الدورة العلمية أسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها ولقاؤنا هذا أيضا كان من أجل ذلك ضمن هذه السلسلة المباركة هذا اللقاء المنعقد في هذا اليوم المبارك مغرب الجمعة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتناول أحد جوانب هذه الدورة وعنوان اللقاء الأحكام العقدية عند زيارة مسجد خير البري صلى الله عليه وسلم ذلك أن شريعتنا معشر المسلمين منظومة متكاملة ووحدة تشريعية متسقة عقيدة وفقها وأحكام الفقه المختصة بالعبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة لا تنفك عن أصلها العقدي الذي تقوم عليه وتنبثق منه وإنما تنقسم أحكام الدين ومسائله إلى عقيدة وفقه أو إلى أقسام وأحكام علمية وأخرى عملية هذا التقسيم إنما هو تقسيم تصور وفهم ودراسة لمكونات الشريعة وأحكامها وإلا فهي في الحقيقة متصلة لا تنفصل ولذلك عرف الإيمان أيها المؤمنون عرف الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل وليس يقتصر الإيمان على جانب الاعتقاد القلبي فحسب هو اعتقاد بالجنان وقول أو نطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان واجتمال إيماننا بمفهومه العام على هذه الجوانب جميعها عقيدة وسلوكا وعلما وعملا هو ما تواثرت عليه عبارات آئمة السلف الذين كانوا في توضيح معنى الإيمان ومفهومه بجلاء يبينون اجتمال الإيمان على كل تلك الجوانب ومن هنا حكى عدد من الآئمة والعلماء جيلا بعد جيل حكوا انعقاد الإجماع على هذا المعنى والمفهوم الذي خالفت فيه طوائف عندما قصروا مفهوم الإيمان على الجانب العقدي أو على جانب اعتقاد القلب وحده دون غيره من العمل ونطق اللسان ولهذا يقول الإمام البغوي رحمه الله اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان إلى أن قال رحمه الله وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أن قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله وحكى الاتفاق وإطباق السلف على هذا جمع غفير من آئمة الإسلام كالبخاري والحافظ بن عبد البر وابن منده واللالكاء وغيرهم كثير رحمة الله عليهم جميعا وبناء على ذلك فموضوع لقائنا الليلة هو الجانب العقدي المتعلق بزيارة المسجد النبوي وهو ما يخص جانب اليقين ومعتقدات القلب دون ما يتعلق بالأحكام الفقهية العملية لما يفعله الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بينهم ارتباط وثيق كما أسلفت لكن الجانب الفقهي له لقاؤه المختص به المتناول لمسائله وأحكامه سيتوزع الحديث أيها الكرام في هذا الموضوع فيما يتعلق بالأحكام العقدية لزيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم على عناصر أبدأها كالتالي أولها الحديث عن الأحكام العقدية يتناول كما أسلفت الجانب المتعلق بيقين القلب وما يستقر فيه والعقيدة التي ينطوي عليها قلب المسلم تجاه هذه البقعة المباركة والمسجد المبارك مدينة ومسجد رسول الله صلى الله وسلامه عليه وهذا يتناول كما أسلفت جملة من الجوانب والمسائل سأبدأ بأهمها وهو الإيمان أجل وهو الاعتقاد الجازم اليقين إيماننا بربنا سبحانه وتعالى هو أصل الإيمان وركنه الأكبر وأساسه الذي تنبثق عنه أركان الإيمان كافة لا يزور المسجد النبوي إلا مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباط الزيارة لك أخي الكريم ولك أختاه عند قدوم أحدنا إلى هذا المسجد المبارك إنما يرتبط أول ما يكون الارتباط بأصل الإيمان المنعقد في قلوبنا جميعا معشر المسلمين أجل فما جئنا إلى هذا المسجد المبارك على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا والإسلام قائدنا والإيمان دليلنا جئنا نقصد مدينة ومسجد النبي الذي آمنا به وشهدنا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أصل الإيمان فإيماننا بالله يرتبط بهذا المعنى العظيم فلا يقصد المدينة النبوية إلا مسلم يبحث عن قائد الإيمان في قلبه وهو يتوجه برحله إلى هذا المسجد المبارك ويقصده لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما سيأتي الحديث بعد قليل والمقصود أن أصل الإيمان الذي هو لب العقيدة وجوهرها ومكنونها ومفهومها الأصل هو أول المعاني في الأحكام العقدية ومقصود فيه من المعاني المتعددة كما أسلفت أنه لا يتوجه إلى هذا البلد وإتيان المسجد وقصده للصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا مؤمن يقوده الإيمان ويحدوه يقينه بربه ويتصديقه بنبيه صلى الله عليه وسلم ويعني الإيمان أيضا أن زيارة المسجد النبوي لنا جميعا أمة الإسلام أن زيارة المسجد النبوي تعني لنا في إيماننا زيادة وتوثيقة وصلة وثيقة كيف لا وأحدنا يقصد بزيارته لهذا المسجد المبارك البقعة الطاهرة والروضة الندية مهبط الوحي وفيء التوحيد يقصد مسجدا أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة عشر سنوات في حياته قد قضاها بهذه المدينة المباركة وهو يعيش في جوار هذا المسجد المبارك مآثر النبوة ومواقع السيرة وأحداثها كلها متناثرة في هذا المسجد وفي أرجائه وجنباته بل وفي طرقاته المؤدية إليه ما من شك أيها المؤمنون أن الإيمان إن كان يقود أحدنا نحو التوجه إلى المسجد لقصد زيارته وشد الرحل إليه فإن الإيمان ذاته هو الذي يتجدد ويتدفق نبعه ويقوى توطيد أركانه لأحدنا طيلة بقائه في زيارته لهذا المسجد المبارك وكلنا يجد ذلك يا كرام أجل كلنا يجد في بقائه في المسجد النبوي سواء بقي فيه سويعات وصلى فيه فرائض معدودات أو تنفل فيه ركعات أو جاور في هذا المسجد أياما وقد قضى فيه مترددا بين مسكنه ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو فإنه لا والله لا ينفك عن معنى عميق في إيمانه يتجذر وهذا أصل عقدي جليل يا كرام فإن إتيان هذه البقاع الطاهرة كالحرمين الشريفين مما ينبغي أن يجدد به الإيمان في القلب وأن ترتوي بذرته في الفؤاد وأن تشتد أواصر الإيمان في قلوبنا معشر المؤمنين فهذا أصل عقدي جليل تجب العناية به والالتفات إليه لأن زيارة الإنسان لأي مكان في الدنيا تحكمه مقاصد وسأل أي إنسان يتوجه نحو بقعة ما في الدنيا سياحة أو تجارة أو دراسة أو تعلما أو تطببا ونحو ذلك فإن له قصدا يحدوه إلى إتيان تلك البقاع التي يقصدها فالزوار والسياح والباحثون عن الترويح والمتعة مقصدهم يختلف عن ذاك المريض الذي أظناه التعب وهده المرض فانطلق يبحث عن جرعة علاج ودواء شاف بأمر الله وكلاهما لا يتفق في مقصده ودافعه الذي توجه به للسفر وإتيان البقاع في الدنيا شرقا وغربا لا يتفقان مع ذاك الذي بحث عن تجارة فذهب يضرب يبتغي من فضل الله يمينا وشمالا أقصد من ذلك أيها الكرام أن إتيان أحدنا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لسياحة معتادة ولا لزيارة يتروح بها عن النفس كما يفعله في كل البقاع وليست هي لغرض تجارة وإنما هي لأصل الإيمان الذي قلت في أصل الحديث إنه أول المعاني التي تنبثق وتبدو وتبرز في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرتبط بالجانب العقدي وأحكامه العظام التي نبرزها في هذا اللقاء فهذا أولها وهو أصلها وبوابتها للأحكام التالية تباعا أما الثاني من المسائل المتعلقة بالأحكام العقدية في زيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم فهو مرتبط بالأول وثيق الصلة به هو التصديق والإقرار لأن هذا هو معنى الإيمان تصديق وإقرار بالفضائل والخيرات والمناقب التي ثبتت لهذه البقعة الطاهرة المباركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحفه من المعالم المباركة الكبيرة كالروضة والحجرة النبوية ومحرابه صلى الله عليه وسلم ومنبره هذه البقاع المباركة معالم ارتبطت بها في السنة النبوية وفي الشريعة عموما جملة من الفضائل فأحد المعاني التي تتعلق بعقائدنا هو التصديق والإقرار هو اليقين الجازم بتلك الفضائل التي ثبتت لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة ولمسجده خاصة فيا أيها القاصدون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الأحكام العقدية المهمة التي تتصل بنا ونحن نخطو خطواتنا يقودنا الشوق والرغبة في هذا الكرم والفضل أن نؤمن بيقين وأن نصدق فإن هذا من معنى الإيمان ومن لوازم شهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما طرق سمعنا تلك النصوص الشرعية التي تبين فضل هذه البقعة الطاهرة فإنه قبل أن نبحث عن عمل نلتمس به نيل ذلك الفضل فإن أصلا عقديا هنا يتحقق وهو التصديق واليقين هو التسليم والإيمان هو القبول بما أخبرت به الشريعة في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبرنا بفضائل هذه البقاع وتلك الأماكن وسأسردها هنا على سبيل المثال للحصر جملة من تلك الفضائل التي يتعين علينا عقديا الإيمان بها وقبولها والتصديق بها لما سينبني عليها من أحكام فقهية عملية ليس هذا موضع ذكرها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصبا فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة الحديث رواه مسلم وعدد من الآئمة كأحمد والترمذي والنساء وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا والآية الكريمة التي في سورة التوبة لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فهي كما قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله لا خلاف أنهم أهل قباء والأمر مشهور جدا صحيح منقول عن جماعة لا يحصون عدا وهذا المعنى من أجله ورد الخلاف الذي تختلف فيه بعض الصحابة فعرضوا فيه الخلاف عليه صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى في الآية السابقة على قولين مشهورين قيل هو مسجده رسول مسجده عليه الصلاة والسلام وقيل هو مسجد قباء وقد ذكر أقوالهم الإمام الطبري في تفسيره ثم قال وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لصحة الخبر بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا معارضة بين هذا الحديث والآية على القول بأن المراد بالمسجد هو مسجد قباء لأن كل من المسجدين أسس على التقوى ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الآية السابقة نزلت بسبب مسجد قباء ثم قال لكن الحكم يتناوله يعني مسجد قباء ويتناول ما هو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا وقال في موضع آخر فتبين أن كل المسجدين أسس على التقوى لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت فهو أحق بهذا الاسم ومسجد قباء كان سبب نزول الآية ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله إن السر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء انتهى كلامهم رحمة الله عليهم جميعا ومن الفضائل التي يتعين عقديا علينا أهل الإيمان سواء انقصدنا المسجد أو لم نقصده أن نؤمن به وأن نجزم بيقين صدقه وقبوله ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والحديث مره من عدة طرق أخرجها البخاري ومسلم والآئمة مالك وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي وغيرهم كثير وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه مسلم أيضا وعدد من الآئمة وهذا اللفظ في الحديث الصحيح هو الذي يتعين علينا اليقين به فضيلة لمسجده عليه الصلاة والسلام أعلم أن من يقصد المسجد باحثا عن الأجر ومبتغ للفضيلة فهذا متناول عملا وهذا حكم فقهي لكن ما قاده إلى هذا العمل والبحث عن نيله إلا اعتقاد جازم وتصديق بيقين بمثل تلك الفضائل والمناقب الثابتة لمسجده صلوات الله وسلامه عليه ومثل ذلك أيضا ما جاء في تلك الأحاديث الواردة في عدد من النصوص التي تبين فضيلتها كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد الحرام من إضافة الموصوف إلى الصفة وقد جوزه الكوفيون كما قال الحافظ بن حجر في الفتح رحمه الله والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما فهذا أيضا من الأحاديث التي تبين فضيلة هذا المسجد وشد الرحل إليه ابتغاء الأجر وانعقاد العزم هذا حكم عقدي يقوم في قلوب القاصدين لمسجده بالزيارة صلوات الله وسلامه عليه ومن الفضائل التي نجزم بيقين ونصدق بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وفي رواية شعبة عن خبيب قال ومن بري على ترعة من ترع الجنة ورواه غيرهما في غير الصحيحين وكذلك الأحاديث الواردة في فضل بعض المواضع في الروضة كالاستوانة المخلقة أو الاستوانة التي عند المصحف قال يزيد بن أبي عبيد كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاصطوانة التي عند المصحف قال الحافظ بن حجر هذا دليل على أنه كان للمصحف موضع خاص به ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاصطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاصطوانة فقال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها قال الحافظ بن حجر والحديث أخرجه الشيخان قال ابن حجر والاصطوانة المذكورة حقق بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة وأنها تعرف باصطوانة المهاجرين وتعقبه السمهودي وذكر بأنه وهم وأن الاصطوانة المشار إليها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها هي التي عن يمين الواقف في المصلى الشريف من جهة القبلة وهي اليوم واقعة في ظهر المحراب الذي هو علم على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم مائلة إلى جهة اليمين ملاصقة له وقد كتب في الثلث الأعلى منها بخط بارز هذه اسطوانة المخلقة ولم يثبت حديث يبين فضل الصلاة تحديدا عند هذه الاسطوانة يزيد على فضلها على غيرها من مواقع الروضة الشريفة هذا المقصود يا كرام بجملة من الفضائل التي ثبتت في هذا المكان المبارك في مسجده عليه الصلاة والسلام ويتعلق به من الأحكام العقدية اليقين به والتصديق والإقرار لأن الناطق به لا ينطق عن الهوى فهو إما آية في كتاب الله من كلام ربنا جل جلاله ويجب علينا الإيمان به تصديقا واعتقادا وإما وحي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ثالث الأحكام العقدية فيما يتعلق بزيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم معنى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من عبادات القلب وهي أيضا من عقائده وهي من اليقين الذي ينبغي أن يستقر فيه فإن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من صميم العقيدة والإيمان ومن لوازم ومقتضيات شهادتنا أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذه المحبة التي نتكلم عنها هي محبة قلب وزيارتنا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بها من الأحكام العقدية تأصيل هذا المعنى ونماؤه عن المحبة فإن ارتواء القلب من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتوي أيما ارتواء بزيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه ولكأن تلك الزيارة ينبوع متدفق فكما قررنا في الأحكام أولا زيادة الإيمان بزيارة المسجد النبوي فإن المحبة هي الأخرى وهي من معاني الإيمان ومن شعبه هي أيضا مما يتدفق ماءه ويجري نهره في القلوب المؤمنة بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل والله فإن الزائر للمسجد النبوي يجد في كل شبر وناحية منه عبق السيرة وأريجها الفواح ويقرأ بين جنباتها أحداثها الواقعة خلال عشر سنوات من تاريخ هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فهذا منبره وهنا محرابه وتلك صفوف المصلين خلفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وابن عوف وأبو عبيدة وسعداني سعد وابن إبو عاد وسعد ابن أبي وقاص وسعد ابن عبادة كل هؤلاء الكرام كانوا صفوفا خلفه فمن دخل المسجد وأتاه لكأنه والله يجد في تلك البقاع أشخاصهم وأطيافهم تطوف به من حوله فيفيض شوقا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمهم سنين في هذا المحراب والذي اصطفوا خلفه كالملائكة ترص صفوفها يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه فتالله كم يبعث ذلك من معاني المحبة التي يتدفق نهرها جاريا في قلوب المحبين الذين يقصدون مسجده بالزيارة والصلاة له والصلاة فيه وهم يشعرون بتلك المعاني التي تزيد الإيمان وتبعث المحبة كما أسلفت بل إن المصلية في تلك النواحي في المسجد النبوي وفي الروضة وما جاورها في المسجد النبوي القديم يجزم أنه إن سجد وضع جبهته على موضع سجد فيه الصحب الكرام رضي الله عنهم وأنه يطأ بأقدامه وهو يتنقل بين جنبات المسجد النبوي الشريف يضع قدميه موضع أقدامهم فتفيض النفوس والقلوب شوقا ومحبة للارتباط بهذا الجيل الكريم ارتباط اقتداء وتأسن وأيضا يرتبط بمعنى الإيمان والمحبة لكل ما يحويه هذا المكان المبارك نعم إخوة الإسلام زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنبات هذا المسجد ترددت أصداء الوحي وفي هذه الجنبات تشنفت الآذان آذان الصحابة رضي الله عنهم بسماع صوت المصطفى صلى الله عليه وسلم يتروا عليهم القرآن ويخطب فيهم ويعظوا وهو يحدثهم وهو يقرأ الآيات التي تنزل عليه هذه المحبة التي نتحدث عنها هي من صميم الإيمان الذي هو من أجل أحكام العقيدة التي تتعلق بزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع الأحكام العقدية في زيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم وهو مرتبط بما تقدم ثانيا بناء العمل على ما ثبت من الفضائل لا على مطلق الهوى والتشهي أو الخرافة والأساطير عقيدتنا معشر المسلمين تقوم على الدليل الصحيح الثابت وما كان من أمور الغيبيات أو الفضائل أو اعتقاد شيء يتصل به عمل لاحق ينبني عليه فإنما يحتاج إلى دليل ولا تثبت الفضائل قياسا ولا تثبت العبادات اجتهادا بل هي مبنية على التوقيف والتعبد فلا يتعبد متعبد قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبادة يقصد بها أجرا ومثوبة إلا بدليل صحيح ثابت هذه من أجل أحكام العقيدة إن تقدم عندنا في الأحكام ثانيا التصديق والإقرار بما ثبت فإن هذه المسألة الرابعة تعني وجوب إغلاق الأبواب في مسائل العقيدة لما يتعلق بثبوت الفضائل أن تغلق أبوابها على ما لم يثبت به دليل صحيح ولم ينطق به وحي فلا تأخذ الفضائل من أحد ولا يمكن أن تقاس على اجتهاد بل هي موقوفة على الوحي الثابت الذي يأتينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الأعمال والعبادات دعاء أو صلاة أو ذكرا مخصوصا كل ذلك عمل وهذا وله الأحكام الفقهية لكني أقصد هنا الجانب العقدي الذي بنيت عليه تلك الأعمال عندما يحكم على عمل ما من العبادات بأنه بدعة فإنما كان من شأه ومنطلقه اعتقاد قام عليه ذلك الفعل فما صلى أو تصدق أو دعا أو ذكر الله أو تعبد بأي وجه من وجوه العبادة المخالف للشريعة الواقع في البدعة ما فعل شيئا من ذلك إلا بناء على اعتقاد وقع عنده ووقر في قلبه بثبوت فضيلة ذلك العمل واعتقاد ترتب الثواب المخصوص عليه هذا الاعتقاد هو من المسائل المهمة ويكثر عند غير الباحث عن الصواب والمتحري للصحيح الشرعي يكثر عندهم الخلط بين ما ثبت شرعا وما لم يثبت وهذه من المسائل والأحكام العقدية المهمة التي يتعين العناية بها فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفت مما تتعلق به قلوب المؤمنين إيمانا وحبا وشوقا ورغبة لكن ذلك لا ينبغي أن يكون قائدا يقود إلى اعتقاد فضائلا تبنى على أوهام أو خرافات أو أساطير أو دجل ينبغي البحث في التحري عن الدليل الصحيح لإثبات الفضيلة التي تقود إلى العمل وينبني عليها التقرب بوجه من وجوه العبادات قليلا كان أو كثيرا شرط قبول العمل إخلاص لوجه الله الكريم ومتابعة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإلا كانت العبادة بدعة من حيث يظن صاحبها أنه يتقرب بها إلى الله جل جلاله يقول ربنا الكريم سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أيكم أحسن ولم يقول أيكم أكثر عملا فيكل مشتاق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل زائر وزائرة إلى هذه البقعة الطاهرة وقد أكرمكم الله بالمجيء فوطئتم سهلا وحللتم أهلا وجئتم مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام ها قد أقبلتم الله على كرامة عظيمة وخير إلهي كريم كتب لكم فلتجعلوا قصدكم في التعبدي الوحي والدليل وليست العاطفة ولا التشهي ولا الهوى ولا الخرافة ولا شيئا لا يثبت به دليل اجعلوا قائدكم في التعبدي في تلك البقاع الطاهرة وهذا المسجد وجنباته العامرة شيئا صحيحا ثابتا بالوحي وأما مطلق العاطفة والرغبة والشوق والحنين فليس بدليل تبنى عليه الأحكام ولا تقوم عليه العبادات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحسن عملا قال الفضيل أخلصه وأصوبه ما كان خالصا لوجه الله الكريم ثابتا ثابتا على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى أيها المباركون الزائرون لمسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم يتأكد عند زيارتنا لهذه المدينة المباركة ونحن نتنقل في جنبات المسجد والروضة ونأتي بشرف السلام أمام القبر والمواجهة الشريفة ونزور أيضا دفن البقيع والصحابة الكرام رضي الله عنهم فربما توقد حرص الزائر فصلى وتنفل في وقت نهي في المسجد وهنا يحكمه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو تقرب بما لم يشرع من تمسح وتبرك ونحو ذلك كما سيأتي بيانه مما لا يصح في الاعتقاد بل هو من أبطل الباطل الذي يقع فيه بعض الناس بذريعة الشوق والرغبة في مضاعفة الثواب ولا يتبينون صحة الدليل لبيان تلك الفضائل وإثباتها ما يسمى بصلاة الفاتح صيغة تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحبها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عندما يعتقد أصحاب هذه الصلاة المسمات بصلاة الفاتح أنها في فضيلتها تعدل من القرآن ست مرات أو أنها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كان صغيرا أو كبيرا ومن القرآن ستة آلاف مرة فهذا والله من أبطل الباطل لأن هذه الخرافة وهذه الأكذوبة لم تبنى على دليل تبنى على كلام باطل لا يستند إلى وحي ولا دليل اعتقاد هذا مجرد اعتقاده والتصديق به هو خلل عقدي يحتاج إلى معالجة ومن زار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبحث عن التأسي يزور مسجد القائل لنا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة هو والله أحق ما ينبغي أن نعتني به في وصيته الجامعة التي وعظ بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أليس اعتقادا فاسدا أن يقال إن هذه الفضيلة يصيب بها صاحبها ما لا يصيبه من القرآن فيقول صاحب هذه الأباطيل والكلام الفاسد إن هذه الصيغة فالصلاة هي من كلام الله بمنزلة الأحاديث القدسية وأن من قراءها كفرت به ذنوبه ووزنت له ستة آلاف من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون وأن من تلاها عشر مرات كان له أكثر ثوابا من العارف الذي لم يذكرها ولو عاش ألف ألف سنة مؤسف أن يكون هذا اعتقاد وترى بعض من يشتغل بهذه الصيغة معتقدا هذا الاعتقاد الباطل فيجلس في رحاب مسجده عليه الصلاة والسلام يظن بذلك أنه يبتغي ثوابا وأنه يتقرب وأنه يغتنم من الخيرات والبركات وهو في جوار مسجده عليه الصلاة والسلام مرة أخرى سأقول أيها الكرام إن الأعمال والعبادات في الإسلام لا تبنى على العواطف وليس عذرا لأحدنا أن يقول بلى والله كنت أريد الخير وأحسب ذلك صوابا فلا عذرها هنا العبادات ببناها التوقيف واللعقيدة هنا الأصل الذي ينبغي أن تأخذ منه فضائل الأعمال وثبوتها ودعوني أسرد على أسماعكم قصة للصحابة الكرام رضي الله عنهم تثبت أن الاعتقادات لا تقودها العاطفة ولو كانت صادقة ولا يعذر صاحبها ولو كان حسن النية حسن النية هنا لا يعفي صاحبه من الخلل والزلل وللحراف أجارنا الله وإياكم أخرج الإمام الدارمي في سننه بسنده عن عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغدات فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود قلنا لا بعد فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قلت ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا واسمعوا قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير أرأيتم قالوا ما أردنا إلا الخير اسمعوا إلى جواب الصحابة قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم قال عمر بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج وهكذا صححه عدد من العلماء والآئمة بأحاديث متقاربة في اللفظ منها ما رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء بن السائب عن أبي البختري قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا فيقولون مثل ما قال قالوا نعم قال فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم فأتاهم وعليه برنس له فجلس فلما سمع ما يقولون قام وكان رجلا حديدا أي حازما شديدا فقال أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما أو لقد فضلتم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما فقال معضد والله ما جئنا ببدعة ظلما ولا فضلنا أصحاب محمد علما قال عمر بن عتبة يا أبا عبد الرحمن نستغفر الله قال عليكم بالطريق فلزموه فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتظلن ضلالا بعيدا والمقصود يا كرام أن العواطف لا تبنى عليها العقائد وأن اعتقاد الفضائل يتوقف على ثبوت الوحي به لا غير وتجاوز ذلك مزلة قدم ومهوى بدعة وإحداث في الدين يبعد صاحبه من حيث يظن أنه يتقرب إلى الله وقد ضربت مثالا بصلاة الفاتح لما أغلق وأمثلة أخرى تتحقق في اعتقاد فضائل لا تثبت بها الأدلة ولا يصح اعتقاد فضيلة تبنى عليها ما لم يثبت بذلك الدليل الصحيح أيها الكرام ومن ذلك ما تقدم في ذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من الأحاديث الضعيفة في هذه الرواية ما جاء فيها بزيادة قال وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام هذه الزيادة لا تثبت وهي ضعيفة فلا يتعلق بها اعتقاد فضيلة ومن ذلك مما يشيع وينتشر اعتقادا للفضل ثم ينبني عليها ترتيب عمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجد أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئة من النفاق الحديث أخرجه الآئمة أحمد وابنه عبد الله والطبراني وفي الأوسط وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أنس إلا نبيط بن عمر تفرد به ابن أبي الرجال قال المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح وكذا قال الشيخ الألباني هذا سند ضعيف نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته في توثيق المجهولين وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع ورجاله ثقات ولفظ الترمذي في هذا الحديث من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ومن الأحاديث التي لا تثبت أيضا من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجد حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجة فيثبات ثواب الحج لمن خرج متطهرا بقصد الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم يتوقف على ثبوت دليل صحيح والحديث هاهنا ضعيف لما يتعلق بإسناده من جملة من العلل يتعلق بروات الحديث وهو ضعيف جدا بهذا الإسناد وقل مثل ذلك أخي الكريم في كل ما لم يثبت به فضل صحيح يتعلق بهذه البقاع الطاهرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإتيانها لقصد العمل فيها واكتساب الأجر والثواب كان هذا رابع الأحكام العقدية وأما خامسها وهو من جليل ما يتعلق بالأحكام العقدية في زيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم اعتقاد فضل القبر الشريف الذي يضم جسد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتشرف بشرف صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعظمه وأكرمه عند ربه جل وعلا والنصوص في هذا كثيرة متواترة واعتقاد فضيلة القبر لفضيلة صاحبه عليه الصلاة والسلام هو من جمل الاعتقاد التي يقول بها أهل السنة ويجزمون بها يقينا وشرف الصاحبان الكريمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بجوارهما لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبريهما ويتشرف الزائر للحجرة النبوية وللمسجد النبوي بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه وهذا الاعتقاد هو صحيح ثابت وأما المفاضلة بين القبر وبين غيره من مخلوقات الله فهو مما خاض فيه بعض المتأخرين ولا يعرف للسلف كلام صريح فيه لأن هذا مما لا يتوقف عليه عمل نافع كالتفضيل بين القبر والكعبة والتفضيل بين القبر الشريف والجنة والتفضيل بين القبر وغيره من المخلوقات أو بين القبر والملائكة كل ذلك خاض فيه المتأخرون وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض وقال الآخر الكعبة أفضل فمع من الصواب هذا التفضيل يا كرام هو للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وليس للقبر الذي دفن فيه قلت إنما شرف القبر بضمه لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم أجاب شيخ الإسلام رحمه الله بقوله الحمد لله أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل التراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياب ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه والله أعلم انتهى جوابه رحمة الله عليه فاعتقاد الفضيلة لقبره صلى الله عليه وسلم إنما هو لضمه جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه ومن الاعتقاد المتعلق بالقبر وزيارته وهو من الأحكام العقدية سادسا هو ما يحدون جميعا إلى الإتيان لشرف إلقاء السلام عليه صلى الله عليه وسلم فإنما نسلم عليه تسليما نشرف به نحن وننال به شرف جوابه ورده السلام صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام الأنبياء عليهم السلام في قبورهم أحياء حياة برزخية عظيمة شريفة كريمة فإن حياتنا معشر العبادي تمر بثلاث مراحل وثلاثة أنواع حياتنا الدنيا التي نأكل ونشرب ونغدو وروح وننكح وننام ونستيقظ وحياة الآخرة عند البعث فإما إلى جنة جعلنا الله وإياكم من ساكنيها وإما إلى نار أجارنا الله وإياكم ووالدين وجميع المسلمين وبينهما تقع حياة البرزخ التي تبدأ منذ موت الإنسان ومفارقة حياة الدنيا حتى يبعث من قبره ويحشر يوم التناد حياة البرزخ يعيش فيها أصحاب القبور في قبورهم حياة تسمى حياة برزخية هي حياة تشبه الحياة من وجه لكنها موت من وجه آخر موت بمعنى مفارقة الحياة الدنيا وحياة لأن فيها عذابا ونعيما فللقبر عذاب ونعيم يؤمن به أهل السنة ينعم المؤمن في قبره كما يعذب الكافر والمنافق في قبره فيشعر صاحب النعيم بنعيمه وصاحب العذاب بعذابه هذا حال كل الأموات في قبورهم أما الشهداء فقال الله عز وجل عنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم هذه حياة برزخية وثبت في الدليل الصحيح أن حياة الشهداء أن أرواح الشهداء في جوف طيور خضر تحوم حول العرش وتطوف به هذه حياة الشهداء حياة برزخية سامية كريمة فأما حياة الأنبياء فهي أكمل وأعظم وأشرف من حياة الشهداء هل الأنبياء أحياء حياة برزخية؟ الجواب نعم بل حياتهم في البرزخ أكمل من حياة غيرهم من البشر لأن مقامهم أرفع ومن الحياة البرزخية رد سلامه صلى الله عليه وسلم على المسلم عليه وهذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام في حياته البرزخية التي كرمه الله بها هذا اعتقاد صحيح ثبت بالأدلة والنصوص الصحيحة الصريحة وأما تجاوز ذلك إلى اعتقاد أنه حي حياة كاملة في قبره فلا يثبت بها أولا دليل صحيح وقد قررنا أن العقائد لا تبنى إلا على دليل صحيح ثابت بوحي من الكتاب أو من السنة ثم هو يعارض صريح النصوص الشرعية الصريحة التي تنسب الموت له عليه الصلاة والسلام أين نحن من قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ومن قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتن انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومثل قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون والسؤال الآن أميت هو نبينا صلى الله عليه وسلم أم هو حي الجواب هو ميت عن حياتنا الدنيا حي في قبره حياة برزخية لكن الحياة البرزخية لا تعني الحياة الكاملة وإلا كما يعتقد ذلك بعض أصحاب العقائد الضالة وإلا يلزم من ذلك أن الحياة الكاملة تعني القعود والذهاب والمجيء والأكل والشرب والنكاح ولا يثبت هذا ولا يصح قوله إطلاقا لكن الحياة البرزخية هي ما ثبت به الدليل كمثل رده السلام صلى الله عليه وسلم على أن بعض أهل العلم قال إن رد السلام قد يكون بمعنى متعلق برد الملائكة السلام أو تسجيل ذلك فيثبت رد السلام أجرا وثوابا وعلى كل حال فليس يصح اعتقاد حياته حياة السامع لمناجيه ومناديه ومخاطبه عليه الصلاة والسلام هذا اعتقاد خطأ وباطل ينبني عليه عمل أيضا غير صحيح فربما وقع في نفس بعض الزائرين لمسجده عليه الصلاة والسلام اعتقاد حياته الحياة الكاملة فوجدته في الروضة أو أمام القبر عند إلقاء السلام يوجه خطابه ودعاءه ونداءه إليه صلى الله عليه وسلم يناجيه ويحدثه يقول يا رسول الله جئتك من كذا وأتيتك بكذا وحصل لي كذا ووقع لي كذا فيحكي كأنما يحكي إلى إنسان يحكي له شأنه في حياته فإن تجاوز ذلك إلى طلب يرجو به مباشرة طلب نفع أو دفع ضر يربط فيه توجهه وسؤال حاجته بشخص مصطفى صلى الله عليه وسلم فقد تجاوز هذا الاعتقاد الخاطئ إلى صرف عبادة خطأ لا تصح ولا تجوز إلا لله جل جلاله فهذا من الأحكام العقدية المهمة جدا يا كرام والواجب على من أتى هذا البقان المبارك وشرفه الله أن يكون في اعتقاده مقتصرا على ما ثبت به الدليل الصحيح كما أسلفت سادسا من المسائل العقدية التي تتعلق بزيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم هي ما يتعلق بإلقاء السلام عليه صلى الله عليه وسلم أو توكيل إلقاء إرسال السلام عليهم فإنك تجد المتشرف بالزيارة النبوية يحدث على إتيان المواجهة أمام الحجرة لإلقاء السلام ويظن أن السلام لا يتحقق له إلا بذلك والصحيح أن إلقاء السلام من أي مكان يكون فيه صاحبه حاصل ومتحقق فحيثما قال مسلم السلام عليك يا رسول الله بلغه السلام يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام فسلم حيثما كنت عبد الله في الشرق أو في الغرب وإذا كنت في مسجده زائرا متشرفا فحيثما كنت أيها الزائر الكريم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن جئت صليت فيه فيسعك إلقاء السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من موقعك الذي أنت فيه وإن وجدت فرصة ووسعك المكان فأتيت تخطو حتى وقفت أمام الحجرة الشريفة فألقيت السلام بأدب ووقار كان ذلك حسنا أقول هذا لأن بعضهم يظن أنه لا يتحقق له السلام إلا بأن يأتي فيجد مكانا أمام الحجرة الشريفة وهذا قد يتعذر أو يشتد عليه في زحام أو لا يجد متسعا من الوقت فيظن أنه فاته الأجر وهذا مبني على اعتقاد لا يصح ويلحق بهذا الاعتقاد أيضا ما يفعله كثير من العوام يرسل سلامه مع من يأتي المدينة ويقصدها بالزيارة قائلا له بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كون ذلك غير معهود في صنيع السلف والآئمة من الجيل السابق رضي الله عنهم جميعا فإنه أيضا لا داعي له إذ إن المسلم حيث ما كان في شرق الأرض وغربها من أبعد مكان في الدنيا لو قال في مكانه اللهم صل وسلم على رسول الله أو قال في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بلغه سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة الكرام كما مر في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام فيقال لمثل هذا أيهما أشرف لك أن ينقل سلامك بشر مثلك أو ينقله ملك كريم من ملائكة الله عليه السلام فمن أدرك ذلك اقتصر على المشروع وأتى في العبادة بما ثبت به الدليل لم يزد على ذلك وأما ختام المسائل العقدية في زيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم فالمسألة المتعلقة بشد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه وقد مضى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا فالقاصدون من كل مكان في الدنيا تجاه طيبة الطيبة وهذه المدينة المباركة يقصدون هذا الشرف الكريم وهذا الأجر العظيم بزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام ويتحقق لهم بزيارة مسجده الصلاة فيه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره وقبري صاحبيه الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا حاجتها هنا إلى التفضيل والمفاصلة في القول هل شد الرحل يكون لزيارة القبر أم للصلاة في المسجد فإن المسجد والقبر بجواره يتحقق بهم الأمران معه والاقتصار على ما هو متفق عليه أولى مما اختلف فيه أهل العلم ومما لا خلاف فيه أن شد الرحال إلى المسجد مشروع ليس فيه شيء يخطأ فيه أو يخالف فيه فالاقتصر على ذلك أولى به وأحرى وتكون الزيارة في إلقاء السلام عليه صلى الله عليه وسلم تبعا له هذه إخوة الكرام معشر الزائرين لمسجد خير الأنام صلى الله عليه وسلم أهم وأجل الأحكام العقدية المتعلقة بزيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم ووراءها من تفاصيل المسائل وثناياها جمل من المسائل ليست باليسيرة لكن حسبنا من الوقت مجمل المسائل ومهماتها التي مضى ذكرها فاجعلوا نصب أعينكم يا كرام هذه المعاني الجليلة فإنا تتعلق بمعتقدات أحرى ما يكون بنا في تحريها ونحن نقصد مسجد النبي الذي علمنا صلتنا بربنا وتصحيح عقائدنا وصوب لنا طريقنا في مسيرنا إلى الله جل وعلا وأنعم وأكرم بكل من أكرمه الله بهذه الزيارة المباركة ليكون مقصده وإتيانه وزيارته حافلا بمعاني الإيمان والمحبة والطاعة والاقتداء والاستنان لتكون الزيارة المباركة خيرا يعود به المسلم والمسلمة وإيمانا يتدفق ومحبة تشيد صروحها رزقنا الله جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا وإياكم من خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر